بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي مشي زي النسيم وأنا دايما لما بقولهم إن الأوقات الحلوة بتمر بسرعة ما بتمرش بسرعة عشان نحزن عليها لكن بتمر بسرعة عشان نشتاق إليها وتفضل رمز ويفضل الشوق في قلوبنا يجدد حلوتها ما فيش حاجة بتصنع الذكرى غير لما تكون في شوق إليها الذكرى بتحلو لما نشتاق إليها وعشان كده رمضان مر بسرعة زي النسيم وأكتر حاجة خليتنا في البرنامج ده حسنا إن رمضان زي النسيم هو إن إحنا كنا معبقين البرنامج بأنفاس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومشيين معاه في سرته ومشيين معاه في جماله وعشان كده الأيام مرت بسرعة ومرت سيرة حضرة النبي زي النسيم والنهاردة بنتكلم على موقف رائع من مواقف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم موقف بيعدل شوية مفاهيم عند بعض الناس اللي بنعيش معهم موقف ده ورد في كتب السيرة وورد كمان في الصحين إن السيدة عائشة بتحكي سيدنا أبو بكر أبو السيدة عائشة فتقول إن سيدنا أبو بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان من جوار الأنصار بيعملوا إيه؟ تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم أبو عاث بتغني بالأغاني والأهازيج اللي تغنت في واقعة أبو عاث كانت واقع كده في الأنصار بين الأوس والخزر فإيه اللي حاصل؟ فبيغنوا الغنى بتاعهم ده الغنى اللي ممكن نسميه ساعتها الغنى الشعبي وبيغنوا الغنى كمان اللي فيه بيتناسب مع الفرح والبهجة لما الناس بينتصروا أو لما الناس بيحسوا بأوقات عيدة والسيدة عائشة كان بتقول إنهم ما كانوش مغنيتين وكأن زي ما أنا قلت كده دولا جايين وكأن دوة أمر شعبي بيحصل فيه يوم الفرح وبيحصل في وقت الفرح فسيدنا أبو بكر قال للجريتين فقال أبو بكر أما زمير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان اليوم ده يوم عيد فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبو بكر إن لكل قوم عيدة وهذا عيدنا يعني إيه؟ يعني حضرت النبي بيقول له مالكش دعو بيهم ده اللي هم بيعملوه ده مناسب لليوم ده ويمكن كمان ده أحسن حاجة يعملوها في اليوم ده وفي موقف تاني عن سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه أنه قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمناه وبيكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم عالية أصواتهم فلما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى إذن حضرت النبي كان بيستقبل الناس كمان في العيد كمان فيستقبل الناس في العيد بس خلينا نقول أن الموقف الأولان ده بيقول لنا أن حضرت النبي كان بيسمع الناس وكانوا كمان بيغنوا في يوم العيد الموقف الثاني موقف مهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قال له يا رسول الله ما تشتري الثياب دي الثياب دي حلوة أن أنت تشتريها وتعمل إيه وتعمل تلبسها يوم العيد وتستقبل بيها الوفود يبقى إذن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كمان كان بيلبس لبس جديد في العيد وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه ما يخرجش يوم الفطر غير لما يأكل قبل ما يخرج للصلاة وكأنه بيعلن أن السيام خلص وكمان بيأكل حاجة حلوة عشان يخلي اليوم حلو لما نجمع كل الحاجات اللي وردت عن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد كده نفهم حاجة مهمة جدا نفهم الحالة السيئة نفهم ازاي عن نتعامل مع الحالة السيئة اللي بعض الناس بيجوا يوم العيد بالذات ويحاولوا ينكدوا علينا ويقولوا لنا ايه بقى بيقولوا لنا اني مفيش حاجة اسمها اني تفرحوا يوم العيد هو الفرح يوم العيد هو ان انت تصليوا بس لكن احنا عندنا الفرح عبادة الفرح عبادة ربنا امرنا بيها انما الناس اللي بيحسسونا ان احنا نازم نزعل وكل ما نزعل نبقى كويسين ونبقى زهاد وقريبين من ربنا الكلام ده كد الناس دولة ابعد ما يكونوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرحة هي اللي بتفتح باب قلبك عشان تحمد ربنا وبتخليك قريب من شكر الله والفرحة بتخليك بتشوف اسرار تدبير الله في حياتك ولازم تعرف ان الفرح عبادة ولو ما كانتش عبادة ما كانتش الله سبحانه وتعالى قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خير مما يجمعون يبقى ايزا في عبادة اسمها عبادة الفرح اقول لك حاجة الفرح ده ممكن يكون واجب او ممكن يكون سنة لان ممكن يكون في فرح واجب ان انت تفرح بنعمة ربنا فيكون جزء من الرضا وجزء من شكر الله ان انت تفرح بنعمة ربنا زي الفرح بفضل الله وبرحمته الفرح بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الفرح في يوم العيد امر ضروري وامر مهم وياك تسيبه وخلي بالك قد تكون انت لو بتمنع اهل بيتك من انهم يفرحوا في يوم العيد قد تكون اثما في ناس كتيرة بيعملوا اشياء يعكروا صفور يوم العيد على اهل بيتهم قد يكونوا بيعصوا الله سبحانه وتعالى لان الفرحة لازم تكون في يوم العيد ده وشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كل موسم كان فيه فرح يوسع على اهل بيته ويخلي البهجة والنور موجودة في البيت كله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان محدش يقول ان الفرحة بس بتكون في اين في الصلاة اكل قبل قبل الصلاة اكل قبل الصلاة ولبس لبس لبسي في الصلاة واستمر يلبس ده وتقبل التهاني وسمع كمان الغنى كل ده حضرة النبي عمله حضرة النبي عمله وليه عشان يفاهمنا ان احنا في عيد لكن في ناس عندهم شوية حاجات كده يقولوا احنا مش نقدر نعيد عشان احنا عندنا شوية حاجات بتمنعنا من ايه من العيد زي ايه يقول لك والله انا ازاها عيد انا عندي مررة الزنوب والاثام ادي اول حاجة سبع حاجات كده وكأنهم جايين من السم بيسميهم سبع عيوب او سبع معوقات بترميهم من نفس الامارة بالسوء اول حاجة مررة الزنوب والاثام ولهيب الوجاع والآلام الوجع وي تاني وسلطان المخاوف والاوهام وقسود الاحداث والايام والتعلقات بالانام اللي هي العلاقات المسمومة وعبادة الحسابات والارقام بيعبد ربنا بالحسابات والارقام ده انا فاتني فاتني رمضان وما قدرتش اجيب ارقام كبيرة في رمضان وسوء الظن بالعلام الحاجات دي لازم انتخلص منها يوم العيد ما تجيش جنب واحدة من دولا يوم العيد انت يوم العيد يوم فضل من الله ولزلك سمي بيوم الجائزة فلزلك انت لازم تقاوم كل ده لازم تقاوم ده وتبعد عنه عبادة لازم تقاوم ده وتبعد عنه عبادة على فكرة عبادة الفرح دي عبادة قريبة ولو عملناها ناخد سواب عظيم سواب عظيم ليه؟ لاني سوابها بيخليك تقع على طول وانت فرحان في عبادة الشكر ولئن شكرتم لأزيدنكم لازم توسعوا على توسعوا قلوبكم وتملك قلوبكم بالفرح عشان ده يرضي الله الفرح في يوم العيد يرضي الله وعشان كده عملنا احنا شوية لو عملنا شوية اجراءات كده هتخلينا اكتر فرحا واكتر عبادة في ايام العيد اعرف انك على طول اول حاجة لازم تعملها اعرف على طول انك على طول لازم تقوم بمحاولة بالعيش بالفرح عشان تسدد الدين تسدد الدين ايه؟ تسدد الدين النعمة فالمفروض ان انت في كل لحظة من لحظات حياتك ان انت بتفرح بتفرح بايه؟ بنعمة الله وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها فالمفروض انت عشان تستطيع ان انت تعيش دايما في باهجة العيد لازم اول ما تصحف يوم العيد الصبح تعمل ايه؟ تسدد دين النعمة نعمة العيد فتعمل ايه؟ فتشكر ربنا فاول يوم حاجة تعملها يوم العيد الصبح تقول الحمد لله على نعمة العيد تحمد ربنا على نعمة العيد وانت فرحان فرحان ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا اراد ان هو يبسطك ويفرحك ويشرح صدرك ويبرك لك حياتك ويخلي حياتك نعمة وفضل وانت تضيع على نفسك فانت لازم تعمل ايه؟ لازم تدخل الفرحة على قلبك وعلى قلب من حواليك ويريد تجمع اولادك كلهم وتقولوا ايه؟ الحمد لله على نعمة العيد تحمد ربنا سبحانه وتعالى نعمة العيد عشان تكرس في قلبك انك في نعمة والنعمة دي واسعة مش النعمة دي ضهيقة ونحاول دايما حاجة تانية نحاول دايما تكون انت السبب فرحة اللي حواليك ولو بكلمة لو بكلمة هتعمل ايه؟ لو بكلمة عطيب خطر حد ولزاك انا شايف ان لازم كل واحد فينا في ليلة العيد وفي صباح العيد لازم يقول حاجة تفرح اللي قدامنا تدخل السرور على قلوبنا ولزاك كان عندنا زمان في تراث المسلمين فيه وقف كان الوقف دوت شوف كان فيه ايه؟ معنى حقيقي احنا لو عملناه هيدخل الفرحة على ايه؟ على قلوب الناس فرق موقف اسمه مؤنس المرضان يا ردي تكون عادتنا في ايام الاعياد وفي الايام اللي احنا فيها بنفرح الناس ممكن نروح ونقانس الناس ونخلي ندخل السرور على قلوبهم لان في الاوقات ده الناس المحبوسين بالمرض او التعبنين بيبقوا محتاجين للفرح لو عملنا كده يا على الجمال ويا على السرور ولزاك كان من افضل العباد قال سرور ان تدخله على مسلم فادخل السرور على اهل بيتك وادخل السرور كمان على الناس المحتاجين ان انت تدخل السرور عليهم لو عملت ده هتحس بان العيد مختلف هتحس ان هو عيد مليان عبادة هو مش عيد لانه بيعاد هو عيد عشان بنعبد ربنا فيه وانت لازم كمان عشان تكمل بهجة العيد لازم كمان تدعي تدعى ربنا على طول ان هو يبارك لك في العيد وتخلي دايما عندك احساس بان النعم بتزيد لما انت تدعى ربنا وتشكره لازم على طول تبقى مع الله سبحانه وتعالى وتسأل الله سبحانه وتعالى ان هو يجمل حياتك بجميل لطفه وقول لي مولاك ربي اعلم انك لطيف جميل فاللهم اني اسألك ان تجمل وجهي وان تجمل قلبي وان تنور بصيرتي بانواري ان افرح بانك تديم النظر الي تقول كده تدعى ربنا سبحانه وتعالى وانت في غاية الفرح وتقول له ربي اني اعلم انك لطيف جميل ويوم العيد دا يوم جمال ربي اني اعلم انك لطيف جميل فاللهم اني اسألك ان تجمل وجهي وان تجمل قلبي وان تنور بصيرتي بانواري ان افرح بانك تديم النظر الي ساعة ما تدعى دا هيبقى اي كل ايامك ايام عيد يا رب بارك لنا في اعيدنا وجعلنا على الدوام فرحين معيدين مباركين بنظرك الينا يا رب العالمين بارك قلوبنا وجعلنا في سعادة وهنى ووسع خلينا يا رب كل واحد فينا بيفرح من غير ما يجرح كل واحد فينا يكون سبب من اسباب النعم على الاخر يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين